أنا ما أتكلمش عنه في الانترو وببقى نفسي أتكلم عنه طول الوقت يا عبدالله السعيد لا 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 فعيد عبدالله السعيد يا جماعة عشان بس تبقى حلاقكم عارفين يعني عبدالله سعيد اللي هو التسعة والتلاتين سنة وتلت شهور تمام يعني هو الراجل في السنة لاربعين من عمره بدنيا جاهز جدا فنيا جاهز جدا تكتكيا زكي جدا فيه كورا النهاردة اللي جبع من أفشا من أفشا درب اللي أفشا من مصط الملعب شط الرابع يعني أصغر من أفشا بكتير عفوا أكبر من أفشا بكتير ضرب سبرينت من ظهر أفشا خد منه كرة من غير فاول في وقت إضافي رابع خيال تركيز وجاهزية بدنية عظيمة عبدالله سعيد بعد ما اعتذكر ربنا يعني ديره طولة العمر هو كريم أنا بشوف أنه هو واحد من أفضل خمس لعيبة في تاريخ الدوري المصري يجوم مصر عبر التاريخ كله اللي قدمه مع الأهلي ومع الزماني ومع الإسماعيلي طبعا لا 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 لعيب كريم ساعة وثلاثين سنة والله العظيم يا كريم فيه لعيبة واحدة وعشرين وعشرين سنة بيمسكوا ركبتهم في الديها ستين وبيوطي كده من تعب الراجل ما شاء الله تخش على أفشا في الشوت الرابع تلعب ساعتين بقى لك ساعتين بتلعب ووهو نازل فريش كمان فيه لعيبة عندها خمسة وعشرين سنة ونجوم وبيلعبوا في منتخب مصر واتمانهم مية ومية وخمسين مليون جنيه وبيجي له كرشة نفسه وديها خمسة وعشرين لعيبة بتلعب أهل وزمالك عشان بزقوتش حد وعيش بقبل حد جامد يعني فلعيب بيلعب في وسط الملعب حلو أنا لازم أختم طيب كنت أأخذ منك ديهوس خلاص اشتركوا في القناة